والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وإمامهم وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى آله وصحابته والتابعين لهذا العنوان ليس مني ولكنه وافق الصواب وافق الصواب كنت أريد أن أتكلم عن مفاهم حسب ما أعلم ولا أعلم حقيقة ولكن حسب ما أقول مفاهم خاطئ فكنت أقول طريق لا إله إلا الله حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الطالب هذا العنوان لا إله إلا الله فقلت له مفقت ذلك لا إله إلا الله مفور وكان عنوانا موافقا للواقع طبق الأصل كأنه توفيق من رب العالمين وسأبير إن شاء الله سبب اختيار هذا العنوان in the name of Allah the most gracious the most merciful all praises due to Allah the Lord of the world may his peace blessings mercy honor and elevation be upon our master Muhammad صلى الله عليه وسلم the prophet of the prophets and the seal of the messengers and on his family and companions and followers until the day of judgment glory be to you O Allah we have no knowledge except that which you have taught us indeed you are the all-knowing and the all-wise the topic that I was originally going to speak about on Friday nights in this new class was the misunderstandings the common misunderstandings that I have seen that I am passing down from my teachers that people the misconceptions people have not giving my own ideas but transmitting the ideas and the teachings of our previous scholars in the old generations and then when I was telling my student to write the title of this class I was saying to myself that my path قلت بلا فعال طريقي لا إله إلا الله محمد رسول الله I said the statement my path is لا إله إلا الله محمد رسول الله and the student understood as this being the title of the class and I told him that alhamdulillah this is a help from Allah subhanahu wa ta'ala that you were given this understanding and inshallah we will make that the title of this class and this is in fact in accordance with the original intention that we had intended this class for لا إله إلا الله محمد رسول الله is the summary the complete the complete summary of all of Islam nothing nothing of Islam escapes the statement وَإِذَا نَوَرْتَ إِلَا عُلَمَاءِ الْعَقِيدَةِ يَاقُلُونَ مُجَمَّعُ الْعَقِيدَةِ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِكَ لا إله إلا الله محمد رسول الله and if you look at the statements of the scholars of Aqidah you will see that they say that all of Aqidah is contained within لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِذَا نَوَرْتَ إِلَا عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ يَا رُدُّونَ ذَلِكَ إِلَا لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم and if you look at the scholars of Tafseer then they will say it all comes down to لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِذَا نَوَرْتَ إِلَا عُلَمَاءِ الْعُسُولِ وَإِلَا عُلَمَاءِ الْفِقْهِ فَكَذَلِكَ and it is the same when you look at the scholars of usool of the principles of the deen and if you look at the scholars of fiqh and so on it all goes back to the same thing وهذا أبسط كتاب تقرأ في مبادئ العلوم ابن عاشر and one of the most simple أبسط كتاب تقرأ في مبادئ العلوم ابن عاشر one of the most simple books that you could study in the basics of the deen the R is the book ابن عاشر and his introduction he began by discussing describing لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئ باسم الإله القادري الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمغتري وبعد فالعون من الله المجيد في نوم أبيات للميته ماذا قال في عقد الأشعار وفي قمالك وفي طريقة جنيد السالي هذه بائدة لا إله لا إله إلا الله لا تنزيد على عقد الأشعار وحذاري من أن يتكلم أحد قبل أن أفرغباً لا أريد السؤال فسأجيب عن نفسي في عقد الأشعار وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالي هذا بن عاشر هذا عنوان للمنهج الذي يوصلك إلى الجنة معنى لا إله إلا الله وفي طريقة الجنيد الساليك في السلوك أمراض القلوب والتصوّف والإحسان طريقة الجنيد الساليك وفي طريقة وفي طريقة الجنيد الساليك وفي طريقة الجنيد الساليك ولا أريد أحدا من يقدم السؤال ولا أريد أحدا من يقدم السؤال وأن هذا بما أنه كان في المغرب العربي وهؤلاء يتبعون وفي قمالك وانا أقول في عقد الأشعار معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كنت حنفيان فاقول في عقد الأشعار وفي قمالك وفي طريقة الجنيد النافع لا تزيل على هذا إذا كنت تتبع في الفروع فقه أبي حنيفة فاقول هذا البيت لا تزيد عليه ولا تغوص and if you're following in the branches of the Deen the madhab of Imam Abu Hanifa الفروع الفقهية and in fiqh then say the same thing but substitute قول في عقيدة الأشعري you can say in the عقيدة الأشعري and the fiqh of the tabi'i which was Imam Abu Hanifa he was a follower of the companions he's the only one of the four imams who directly saw one of the companions and this is the authentic narrated and was said that Imam Malik saw one of the companions but that's not authentic فإن كنت حنفيا صحيحا فقل في عقدي الأشعري وفيقه التابعي وفي طريقة الجنيد الأنفعي لا تزيد so then if you say إذا كنت حنفيا صحيح المذهبي صحيح المذهبي and if you're a true and authentic حنفي then say on the عقيدة الأشعري and the fiqh of the tabi'i Imam Abu Hanifa and on the طريقة of الجنيد the beneficiary لا تزيد على هذا لا تزيد على هذا يا أيها الحنفي and oh حنفي person do not add to this ونعرف أنكم ستعلقون الأحناء I know that the حنفis will be commenting ولكن سأرد على تعليقكم but I will answer in your commentary before you ask your question وإن كنت شافعيا فاقول في عقدي الأشعري وفي طريقة الجنيد الألماعي وإن كنت حنبليا فاقول البيت على حالي لا تزيد ولا تغصوى وإن كنت حنبليا فاقول في عقدي الأشعري وفيقه الحنبلي وفي طريقة الجنيد الأكمل لا تزيد عليهم and then also إن كنت حنبليا if you are حنبلي and the حنبلي وكنت حنبليا الصحيح مذهب الصحيح الحنبلي الصحيح and the حنبلي would deny this day and night but to no avail then still say upon the عقيدة of the Al-Ash'ari and the fiqh of الحنبلي and also طريقة الجنيد الأكمل طريقة الجنيد the complete person هل الدين إلا عطالد أو أعمال غير ذلك ماذا تريدون منها The deen is both the internal beliefs and internal and external actions لا غير ذلك What more of the deen is there إما عقيد تعتقدها جزما أو تعمال تعملها خالصا فيها ظاهرا وباطلا لا يسل على الدين The deen is no more than the beliefs that you believe and the actions that you do internally and externally هؤلاء الملاهب الأربعة لا يخرج عنهم الآن أحد لا يخرج عن هؤلاء المشهور هذه الملاهب الأربعة وما يعتقدونه إلا وهو خارج عن معنى كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله سلام إما صريح كفر أو فصق مبدع The ones who are practicing the deen today and straying from these four madhabs وما يعتقدوه أصحابهم and the beliefs of the founders of those madhabs they are either entering into clear blasphemy or into something that leads them into blasphemy وقبل أن نشرع في تسيس ذلك أرد على الأحناف والحنابي أما المالكي والشوافع فهم مقررون أنهم شاعرون لا أريد أن أتكلم عنهم لا أريد أن أرد على قبل لا يبحثون عن هذا So then first before even speaking about the fiqh part the aqida thing was mentioned first and the ones who need to be addressed are those who say that they are shafi'i or hanbali and as for the shafi'is and the malikis those I don't need to talk about them because at least they've accepted or admitted that they are or should be following the ash'ari aqida أما الأحناف فقد قال أَأَنتُمْ يَا أَيُّهَا الْأَحْنَافُ أَدْرَابِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَتْبَعُهُ أَبِحَنِفَةًا مِلْ إِمَامِ السُّبْكِ أَيُّكُمْ أَدْرَابِ الْأَحْنَافِ So then oh hanafis who knows more the beliefs of hanafis than you or imam al-subki If you know more about hanafis and the hanafi madhab than imam al-subki if you believe this then you are fools to begin with مِذْلُ الْإِمَامِ السُّبْكِ لَا يُقَالُ فِيهِ شَافِعِ طبعًا يُقَلِّدِ الْإِمَامَ السُّبْكِ وَالْإِمَامِ الْبَاجِ وَالْإِمَامِ فَخْرَ الدِّينَ الرَّاسِ هَذَا لَا يُقَالُ لَهُمْ شَافِعِ أو مَالِكِ أو hanafi مِذْلُمْ لَا يَقَالُ نَعَمْ يُقَلِّدُونَ فِي الْفُرُّعِ ذَلِكِ وَلَكِنْ لَا يُقَالُ فِي الْمِذْلِمْ هَذَا هَوْلَيْا دَارُونَ بِالْمَذْهِبِ وَيَعْلَمُونَ مَنْ يَتَّبِعِ لِيَنُمْ يُحْصُونَ الْمَذْهِبَ عَدَّ أَبْنَائِهِمْ يَعْلِفُونَ أَيْنَ يَسْكُنُهُ وَأَيْنَ يُقَالِحُ وَأَيْنَ يَتَّبِعُهُ وَأَيْنَ يَتَّبِعُهُ وَمَّا كُولُّ حَقِيرُ وَنَعْقِيرُهُ وَنَعْقِيرُ بِلَهِ هَا أُولَئِنَ إِمَّ فُخُولِ الدِّينِ يَعْلَمُونَ مَا تَنْطَوِعَ لِهِ عَقَائِدُ الْمَذْهَبِ كُلْهُ وَفُرُوعًا وَأُصُولِهُ وَأَيْنَ يَعْلَمُونَ مَذْهَبًا وَأَيْنَ يَعْلَمُونَ مَذْهَبًا وَأَتَعْلِبُونَ إِنَ تَرَعْرَعَ الْإِمَامُ السُبْكِ وَأَيْنَ مَدْرَسَةُ الْأَكْبَرْجَ أَحْنَا مِنْ هَذِينَ الْمَدِينَتَينَ أَنَ لَا أَتَكَلَّمُ عَنْ مُرِتَانِيَ وَالْبَاكِسْتَانِ وَالْمَغْرِبِ هَا أُولَئِي بَنَات جُدُد أَنَ أَتَكَلَّمُ عَنْ الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ أَنَ لَا أَتَكَلَّمُ عَنْ الْأَطْفَالِ أَتَكَلَّمُ عَنْ الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ أَنَ لَا أَتَكَلَّمُ عَنْ الْأَطْفَالِ أَتَكَلَّمُ عَنْ الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ هاي الامصار التي مصرها عمر التي قال انت مدينة واعجة مستقلة that these are the nations that became of significance to the Islamic world later but we're talking about the original established nations established by عمر مصر الشام ومصر مصر الشام and Egypt as well والعراق هذه المدارس كان الامام السبكي يجري بينها الليلة والنهار قال الاحناف أشاعره قال الامام السبكي الأحناف أشاعره لماذا؟ ما هو معنى قوله؟ هل هو غبي أن الاحناف يتبعون ما ترده هل هو غبي بهذه الدرجة مركز الاحناف يشير بذلك إلا أن الحكمة للأغلب وشاعف البلاد الأشعري والما تريد لا تخالبها فأيقول هذا هو فعق لماذا نشتت الأمة بالكلام هذا أشعري وهذا ما تريد هذا ما رأى بحرية كل من الناس ويبين أنه لا خلاف بينهم وهذا هو المعبّر به عن عقيدته للسنة والجماعة سأسميتها أشعريا وما تولديه للسنة والجماعة إيا الرجع ترجع للسنة والجماعة وإن أردت أن تقول إن الحنابل على مذهب أهل الحديث فقل له السلام عليكم هذا خطأ هو أشد الخطأ هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وَسَانْقُضُهُ حَرْبًا حَرْبًا حَتَّى لَا يَبْقَى شَكْ إِلَّا لِمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ جِهْلِ الْعِلْمِ ذَا أَشْيَوْا أَخْرًا وإذا كان الناس يقول أن الحنبلي قمت بتبع عقيدة عقيدة من الناس الحديث أو الناس الحديث أو الأثري عقيدة ثم سأتنسى هذا المعبّر هذا كذب الوزو هذا كذب الوزو هذا كذب الوزو حقيدة الاشعرية قال ابن الجوزي أتعلمون أن ابن الجوزي من أكبر إمام في الأحناف على الإطلاق؟ من أكبر إمام حنفي على الإطلاق ابن الجوزي هو أحد من الأشباد حنبلي أحد من الأفعالي أحد من الأشباد حنبلي الذي زجب حنبلي هم أعقيدة الأشعرية ضالون قال ماذا؟ ضالون قال إنهم ضالون ومشسمنون أبن الجوزي قال الأذين شدوا عن مذهبي الأشعرية من الأحنابرة وهم كثيرون ضالون مجسيمون سبحان الله ضالون بالمد الإشباع مجسيمون بالمد الإشباع أصني textbookه كان إيبن الجوزي وإذا قيل بن الجوزي فخلص ostatال الكثير من الهنبالي أو الهنبالي يستطيعون من أشعري عقيدة ويستطيعون أنهم يساعدون وانترحبون يعني أنهم يطلبون الله سبحانه وتعالى حياتي واتريباتي إذن ما لا قلت الأول هل هو صحيح أو هو صحيح ثم ما قلت أن أخبرت ذلك نرجع على التطبيق الأول في عقدي الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي في عقدي الأشعري وفقه التابعي وفي طريقة الجنيد النافعي في عقدي الأشعري وفقه الشافعي وفي طريقة الجنيد الألمعي في عقدي الأشعري وفقه الحنبلي وفي طريقة الجنيد الأكملي أنا أقول لكم يا أيها الحنابلة وَيَا أَيُّهَا الْأَحْنَابِ وَيَا أَيُّهَا الشَّوَابَ وَيَا أَيُّهَا الْمَالِكِيَةَ إِنْ تَجَاوَزْتُمْ هَلَا فَلَنْ تَغْصِلُوا إِلَىٰ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ So then the introduction stands that either if you call yourself Hanafi or Shafi'i or Maliki or Hanbali then these are all following the same aqidah, the aqidah, the right belief for you to have is the same, the aqidah of Imam al-Ash'ari وَيَا الْمُسَمَّاتِ بِعْقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ which is described as the aqidah of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah and if you stray away from that then you are straying away from realizing and practicing the meaning of لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواغ هذا هو معنى طريقي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتملت عليه كلمة لا إله إلا الله وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها لكلمة التقوى عنها تقيك من الخلود في النار وتقيك من الدخول في النار وتقيك من أي شيء آخر فيها مدرجات that this is sticking to this, this is the way of لا إله إلا الله this is the meaning of my path is لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم as Allah said and they stuck to or he made them stick to the statement of taqwa لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم and they were more befitting of it and the people of it the statement of taqwa, taqwa comes from the word viqaya, guarding, protection it is a shield, a barrier between you and hellfire that will save you from the hellfire is the statement of لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَسَأَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَاتِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْإِنْتِسَابَ فَقَدْ لِأَلِيَ السُنَّةِ وَجَعَاتِ هذا لا يُفيد إن شاء الله وَأَنَّ الْإِنْتِسَابَ لِمَالِكِ لَا يُفيدُ وَأَنَّ الْإِنْتِسَابَ لِأَبِي حَنِفَ لِلْإِسْلَامِ لَا يُفيدُ And inshallah I will discuss next Friday that simply claiming that I am a Muslim or claiming that I'm a Sunni or claiming that I'm following such and such madhab or even such and such aqeedah is not enough. The claim saying I'm an Ash'ari or I'm a Maliki or I'm a this, the claim is meaningless. وَسَأُبَيِّنُوا أَنِي لَا أُوَّافِقُ أَجَّ جَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَسَبَ عِلْمِ الْآنَى And I will also clarify that I do not ascribe to any of the sects or the groups or the organizations. There is no group right now that accept that I contradict them in something that they believe. Because of their contradiction of what is authentically handed down through these authenticated and relied upon books of the Sunni. قال الإمام سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ناقلاً فقط ناقلاً كلام العلماء ناقلاً كلام العلماء ناقلاً ناقلاً متجرداً من حوله وقوته ناقلاً فقط. واسمعوا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراق السعود هذا الرجل سماه العلماء بخاري زمانه إذ هو في الحديث لا يبارى كأنما نشأ في بخاري. أنت تعلم أن السلفية الآن مؤتمداً في الوصول مراق السعود وتعلم أن أهل الحديث حسما ينتسول أنه مؤتمداً سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم. سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ناقلاً فقط simply transmitting the ways and the beliefs of the Muslims and the scholars of the Muslims before him. And who is this man? سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم. He was referred to by the scholars of his time as the Bukhari of his time. وصولي يزمانه سبكي يزمانه باقل لاني يزمانه The سبكي or the باقل لاني of his time as well meaning that he was the master not just of the hadith but of the usul as well. And he was a polymath that he was a master of the different Islamic sciences. And he is the one whom those who are saying we are Salafis they are relying upon him in usul. والحديث And they're relying upon him in hadith. On مراق السعود. هذا الرجل درس أربعين سنة العلوم الشرعية أربعين سنة This man studied Islamic sciences seriously for 40 years. بعدما أكمل ما في قطر شنقطة ذهب إلى مصر وإلى الحجاز وإلى المغرب فستكمل العلوم ورجع بعد أربعين سنة So after he had completed his knowledge and gotten everything that was passed down in Shinkit, he went to Morocco and Egypt and to Mecca and Medina. And he learned what was being offered there to learn. And he, after 40 years of gathering knowledge, then he came. قَالَ وَالْمُجْمَعُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةِ مُجْمَعُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ الْأَرْبُّ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةِ So then the consensus meaning what is necessarily the way of Muslims to plan. So if you want to follow لا إله إلا الله محمد رسول الله to keep yourself on the path of those of لا إله إلا الله محمد رسول الله and properly implement لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم he said the consensus is اليوم بالقرن الثام ناسبا للإمام السبكي وللإمام سيتكلم عنه سيتكلم عنه in the 8th century he said that the consensus is upon these four mythos والمجمع اليوم عليه الاربعة وقف وغيره الجميع منعه he said that simply those four and all of the others are prevented and blocked by everyone they are not you cannot follow a madhhab that's not passed down لأنها لم تصل إلينا بسند صحيح ليس هذا تغدير لها ولا الاربعة عن غيرهم and it's not saying that these four madhhabs are better than the others that did not get passed down but this is simply Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for these to be the ones that are passed down with an authentic chain and the other ones أوصلوها بتنقيحها وتقييدها وتصحيحها إلينا they passed it down and filtered it down and kept on the filtration and the work of the scholars to analyze and to pass it down step by step to us هذا إجماع الاما قال وَسَيَقُلْ لَكُمْ مِنْ أَخَذَ هَلَا so this was the consensus of the أمة that he delivered to us and he will tell you where he got it وَقَفْ وَغَيْرِهِ الْجَمِيعُ مَنَعَهَ جَمِي الْعُلَمَاءَ حَتَّى يَجِئَ الْفَاطِمِي الْمُجَدِدُوُ دِينَ الْهُدَى لِأَنَّهُ مُشْتَهِ he said and all of them meaning all of the scholars have prohibited to follow other than these four until the Mahdi comes فَمَنَهَ فَكَمْ مِنْ فَاطِمِيٍّ الْأَنَا إِذَانَ وَغَرْنَا كَمْ مِنْ فَاطِمِيٍّ الْأَرْضِ meaning how many MashaAllah Mahdis are around us today because they're not Mahdis they're not guided they're losers who will lead others to loss كَمْ مِنْ مَهْدِي الْأَنَا حَسَفَ دَعْوَاكُمْ how many Mahdis today that people are trying to renovate and renew so that they're saying that they're trying to reform and in reality while claiming even renovation renovation means to bring back the ways of the people of old but they're claiming renovation while trying to reform which means simply to bring in their own ideas to lead people away from those poor madhabs and the only one who has the right to do that according to the consensus is Imam Mahdi تجديد في أمريكا سمعوا التجديد في أمريكا so listen to this you know American reform اللهم إني أشهدك و أشهد حمالة عرشك و جميع خرطك اني بريء من تجديد أمريكا و اني لا أولد ورحشار معهم ولا أولد ورحشار معهم يمار قيامة لا يراني الله معهم في الدنيا ولا في الأخير and Allah is my witness and I hold the angels the bearers and all of the creation that I am innocent and I absolve myself of the تجديد the renovation the reform of Saudi and America and Mauritania and all of the creatures today and not want to be with them or around them or following them and Allah do not make with us from us or with us شقيًا ولا محرومًا من رحمته any richard person a loser ultimately and or a person who is prevented from the mercy of Allah هذا الشقي و محروم من رحمة الله هذا الشقي من يقول بالتجديد أنا شقي و محروم من رحمة الله so the ones who speak about reform nowadays as being straying from the madhaves is a person who is both richard and prevented from the mercy of Allah يقول لك الإمام سيدي عبد الله بن حجر رحم ناقلا ما سأقول لك المجمع اليوم عليه الأربعة وقف وغيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المشدد دين الهدى لأنه مشتهد وتقول التجديد في أملك so then he says that the consensus today is upon those four until the 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 mahdi comes the mujadid the renovator the reformer the one who will bring people to to the right way and he his opinion actually matters and is followable then we must follow him that this is the one the mahdi if you want to stay so actually when the mahdi comes then if you want you can stay on your own and you are permitted to follow his opinions if they contradict the madhams because he is guided because all he is counted he is a mujtahid فقط mujtahid و أبو حنيف و إمام مهدي إمام حنيف هو مخير بينه لا حراش عاري so then إمام حنيف هو مجتهد and so is إمام مهدي so then you can choose which one you want to follow اسمعوا كلام الإمام سيدي عبد الله ماذا قال قال أنهيت كلامي من أين قال أنهيت كلامي من أي مكان أنهيت كلامي هذا الكلام من أين أنهى يعني أتى به أنهيت قال أنهيت ما جمعته هذا آخر كتاب من أين أنهيت ما جمعته من أين أخذ هذا الجمع so he said from where did I get this statement of mine where am I getting it هذا الكتاب الذي ألفته من أين أنهيته this book that I have written where did I bring it from هذا آخر كتاب و هايدا بيات آخر كتاب and he wrote this towards the end of his book he said what is the my source أنهيت ما جمعه إجتهادي سمعوا إجتهادي معناها ضربة الأغوار والأنجاد ركو السفر والبواخر والجمال والمشي من جميع الأغوار والأنجاد من مرتبع من البلاد والأنجاد ما جمعه بذل جهدي ما طلعت عليه بالأسفار الشاقة من الأغوار والأنجاد من بلاد المسلمين ما بقي سفر ولا ما شق ولا خطورة أغوار والأغوار والأنجاد قال أنهيت ما ما وصلت إليه من المعلومات من سائر بلاد المسلمين ما بقي سفر ولا ما شق ولا خطورة إلا وصلت إليه بلاد المسلمين قال مما أفادنيه درس البررة مما انطوات عليه كتب المهرة مما أفادنيه درس البررة العلماء البارين مما انطوات عليه كتب المهرة مما انطوات عليه كتب المهرة so he said that I have meaning that from all over the world this is taken from مما أفادنيه درس البررة from the lessons from the righteous meaning from the scholars around the world from the books of the righteous scholars from around the world that were taught by the people who are very well versed and were the masters of all of the different arts from around the world اسمعوا الجماعة أولها كالشرح للتلقيح والتلقيح والجرح للقرافي والتلويح كالشرح التلقيح للقرافي والتلقيح للقرافي such as the explanation والتلقيح والتلقيح على القرافي وَجَمْعَ الْجَوَامَعُ لِلِمَامِ السُّبْكِي مطالعا لابن حلول اللامعا مع حواش تحجيب المطالعا يعني ما تارك من علماء الأمة واحدا إلا وجاء بمرضا meaning that he did not leave a single scholar, great scholar of Islam except that he was deriving from them ولكني أقول لكم أنا أقول لكم أسألكم سؤال أنا أقول لكم سؤال أنا أقول لكم من يدعي الآن السلفية أو من يدعي المالكية أو من يدعي الحنفية أو من يدعي الحنبلية أو الشافعية وخلف هؤلاء المالجهابين من أين يأخذوا علمه سأقول لكم the one who claims to be a سنفي the one who claims to be a سنفي أو شافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي وخلف ما عليه مشهور هالأربعة من أين يأخذ علمه من أين أخذوا علمه where is his knowledge coming from his chain is passing by whom who transmitted the knowledge to him أين عقيدة يأخذ where is his عقيدة being passed down from أين فيقه يأخذ where is his fiqh being passed down from أين يأخذ أدلته where is he taking his proofs from check your chain check the names in your chain أنا أقول لكم حنبلي يقول أن يأخذ بكتب بعقيدة الأثر ويترك الإمام النووي والإمام الباجي والإمام القطبي ليس القطبي هذا المفسق عمه شارح مسلم والإمام العيني والعلماء العمى أصحاب الحديث أنتم تعلمون أن أدرى الناس بكتاب الله تعالى هم أهل الحديث وهذا غلط شديد جدا من المتأخرين أدرى الناس بكتاب الله تعالى هم أهل الحديث هذا معروف that this person they need to check their chain for these names of the great scholars such as النووي and الباجي and القطبي not the قطبي of Tafseer the قطبي حسنا who has explained صحيح مسلم and other names the imams of hadith these are the ones who your chains and you do not find a single one of these people that are in your chain except that they were following the four madhhabs أولا هذا قادح في سندك هذا قادح في سندك سنت تخارب بالاعتقاد فانت قادح سندك مانا قلت عنه رواية الاعتقاد وفاسق انت تخارب بالاعتقاد لذلك يعني أنك تتخارب بالاعتقاد وفاسق 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 من الباجي فاسق وفاسق وفاسق فإنك تقول أنك فهم رأيوا اعرفهم وهم رأيتهم وكانوا اعرفهم وكانوا مُجبا وقلتوا لا تأثيرها وكانوا أرى بها ماذا يجعلون خبيضة يترك الخبيضة لنفسي وطيبة لكم ماشا وفاسق وقد اتركت الأفضل لكنا هذا نوع من الجنون انتم تعلمون أن الجنون فنون لكن لا تعلمون حقير هذا أقوله للأسف أنا كاذب انتم لا تعلمون أن الجنون فنون لا تعلمون أن الجنون فنون واحد يقول ذبت عن السنف الصالح لاستواء المطرق ذبت بالسند الصحيح عن السلف الصالح للسوااء المطلق اسمعوا من قال ما قال somebody told me this أعوذ بالله that he said that لكن أنا سأقول المطلق لكن أنا أريد أن أفهم أنا أفهم السلف الصالح من أين وصل له أنا أريد أن أعرف العرف الرواية التي أتته He said it is authentically أعوذ بالله أستغل الله authentically narrated from the rightness أعوذ بالله أعتقد أن أقول السوااء المطلق لكن ليس هذا الذي يريده سوااء المطلق لأن أعوذ بالله من المصدر سيدنا ستغفر الله العلو العلو العقول العلو He said الاغتفاع المطلق The aboveness The literal أتغفر الله لا تقول للم الاغتفاع المطلق هاذا الاغتفاع المطلق كيف تعبر الاغتفاع المطلق العلو العلو المطلق يعني the literal aboveness of Allah subhanahu wa ta'ala وقال لي ذلك الدليل عليه من أين أتا رسول الله سلم meaning directionality in a sense if I'm not understanding وقال لي من أين أتا رسول الله سلم من أين أتا رسول الله سلم سمعوا الدليل عليه سأقول له عند زوتك أنت أفسد وأفسد سأقول لك التي قال وعندك أنت أفسد وعند هذا أفسد So then he said that He said that literally that up over that is Saghfirullah that Allah subhanahu wa ta'ala is confined to that place So we don't want to be like the Salafis who are calling themselves Salafis who are saying that Allah directly عوذب الله seated on the throne that this guy was saying above the throne like up in the direction of up and his proof was his proof was the ascension of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as being من أين أتا رسول الله He said from where did Muhammad sallallahu alayhi wa sallam come down from where was he lifted up to اسمعوا هذا الدليل this was his proof and from my wife's students there's more insanity and misunderstanding that is being said and from this guy's students and this guy's friends I mean this means what that simply claiming لا إله إلا الله Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is not enough to take you out of hellfire لا يقولوا اسمعوا هاذا أين تشسيم فوق هذا إذا قالت من أين نزل رسول الله sallallahu alayhi wa sallam مكان ينزل منه ألو مكان ألو مكان ألو مكان So he said a place from what place did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam descend from so a place that is descended from is this not a place is this not a place or is it a place or not a place So he's saying that this place both the meaning of what he's saying is that this place there he's saying that a meeting took place in a place that contained both Allah and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam somebody says this question oh so from where did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam descend So then a woman that called me she said that somebody was telling her that oh I thought Allah was made out of light that all of the women that she was teaching were believing that either Allah is made out of light or is a physical body and 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 uh 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 or is it ascribing limbs or whatever it may be and this man in front of me he 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 said that he he went to a masjid a few days ago and he met some people who have been going to that masjid for more than ten years for more than ten years they are living in the masjid practically so he said he said he said no the other one said the obligatory of the eyes so he said no the other one said the obligatory of the eyes like I mean the eyes like I mean the eyes the other one he said the obligatory of the letter I mean like before line this man the translator he he said that he was teaching uh 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 people during atikaf and they didn't even know the meaning of la ilaha illallah they didn't even hear about the meaning of la ilaha illallah they didn't even hear about the meaning of la ilaha illallah بقوله وفي حديث صح عند ابن ابي شيبة ثم صح عند الذهبي ذكر زمان اهله الى المساجد مساء صباحا ومساء وليس فيه مؤمن فانتبهي لذاك بالحديث قد صح به ففي الحديث الذي رواه ابن ابي شيبة وانحاكم ما صح حوا قره الذهبي قال تمتلئ المساجد في آخر الزمان من ناس وليس فيه مؤمن مطرقا لا إله الله and the statement ايقالني من نوم الغفلة ايقالني أنا بنفسي ايقالني من نوم الغفلة ايقالني من نوم الغفلة ايقالني من نوم الغفلة myself it woke me up من نوم الغفلة او من موت الغفلة from my sleep of heedlessness my unaware state it woke me up uh 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 the statement that he said that that the prophet صلى الله عليه وسلم said in a hadith that is authentically narrated that the people will gather in the mesjids they will fill the mesjids and they will pray in the mesjids and they will not be among them in that whole mesjid a single believer هذا واضح جدا هل لكم مثال فوق ما عطينا الآن so this is very obvious is there an example a clear sign a proof higher than what we just these are the people of the mesjids these are the people they believe in anthropomorphism they give Allah a physical three-dimensional body and they 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 believe that the Abrahamic faiths are all acceptable as if they know more about than the lord of the world himself Allah but Allah has said that Abraham was not a jew nor a christian rather he was a pure muslim and who is not of the polytheists that the most that indeed the most befitting people for or Ibrahim the people who are most deserving of ascribing themselves to Ibrahim were the people who followed him meaning directly the people who passed away years ago and this prophet and those who believe and Allah is the ally of the believers this is reformation this is reforming misguidance 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 is present more than you know the rising sun but people are bringing new kinds of misguidance and renewing old kinds of misguidance this is what people are renewing and renovating and reforming so this is just simply giving more acceptance and deception and beguiling all the misguided people and the heedless people upon their heedlessness that you're in a good state you don't need to change anything all of the rulings of sharia are found within this statement of everything is contained within it and a part of it that was might be that you are لا إله إلا الله لم تدري ما هناك آه آه لم تدري ما هناك ما معناها ما أكثر تألمك فلو ترى عند حضور الأجليل ما يتلقاك من الأمر الجليل ندمت حيث لا يفيد النفدم ولا يفيد العذر ألاو تعلمه I know That's a just saying scholar He mentioned in a book that is about 60 lines That young children learn They memorize it in their young age He said you say لا إله إلا الله While you're unaware of the reality of this statement You're saying لا إله إلا الله You're saying there is no God but Allah Who is sitting upon a throne You're saying there is no God but Allah Who resembles a human being who has limbs You're saying there is no God but Allah And the Abrahamic faiths are a way to Allah You don't know what is there in the statement There's a very deep thing How great will your pains be on the day of judgment Despite your saying of لا إله إلا الله Not knowing what it means فلو ترى عند حضور الأجلي ما يتلقاك من الأمر الجلي من الأمور الواضحة التي كان يلزمك أن تعلمها ندمت حيث لا يفيد الندم And if you once you see on the day of judgment The reality of this statement And not even in the day of judgment Once you're passing away ما يتلقاك من الأمر الجلي من الأمور الواضحة التي يلزمك أن تعلمها All of the clear matters And the severe matters That you should have known about Then you will regret Then you will regret Once regret is too late And regret will not benefit Nor will your excuse That I didn't know benefit you فاشدد حيازمك يا أخيفي أولي واجب على المكلف So then he said شدد حيازمك شد So he said roll up your sleeves O responsible person And learning the first thing That is obligatory for you to learn لا تندم عند حضور الأجل لا تندم عند حضور الأجل So you don't become regretful Once your time comes لا فرق بين من يعتقد هذا و بين المنافقين سيقول له السائل من ربك يقول لا أدري من يعتقد أن الله تعالى جسم أو يعتقد الديانات الإبراهيمية There's no difference between this person أو يعتقد أن الله تعالى نور Who says that Allah is made of light أستغفر الله Or that Allah has limbs And or Allah resembles his creation Or that Allah is sitting All of any أو الله تعالى تحويه جهة من الجهات Or Allah is contained within any of the directions ستة جهات Any of the six directions Or that meaning the three dimensions Or that he is saying That the Abrahamic faiths Are all acceptable ways To Allah subhanahu wa ta'ala Then this person Will not have any difference Between them and the hypocrite Once they are asked By the angels of the grave They will say I don't know The one who you're worshipping They will ask you Who is your lord You'll say I don't know You didn't know who Allah was That Allah says Every group Is very proud Is proud of What they have with them If you ask the people of India They will proudly say That The cow Gandhi said The cow is greater than my mother Our lord is the cow If you ask the people of Egypt Before they said Our lord is Jesus Or he is the son of our God And if you ask the Jews They will say Something similar And if you ask The Ahmadis They will say That this shaitan of theirs Is their Mahdi Or their prophet And if you ask These reformists Of today The modernist reformists They will say That all of the That our religion Is the Abrahamic path And listen And take this from me All of these groups In their graves Will be saying I don't know Who my lord was Take this from me And mark my words That all of these groups While I am in this humble place Take this from me All of them will say Either I don't know Or they will remain silent Just like the disbeliever Or the hypocrite So the next lesson is To clarify That simply calling yourself Any of the titles Maliki or Shafi Or Ashari Or whatever Or Ahl Sunnah Or whatever you like That those titles Are of no benefit And I contribute And today I am Deviated from all of those groups That I am deviated For all these groups And I hope to meet Allah Subh'anaHu With this deviation From these groups Oh Allah Allow me to meet you While still deviated From these groups Oh Allah Allow me to meet you From these groups However It is a time for questions Anyone ask questions He doesn't know Would you be He's a person He's a person He's a person He wants to meet you Without the truth Without the truth He's a person He'll see you And the people I don't know لا يترك التوبة هل تركها هذا جور هذا كذب على ما ترك التوبة حتى يتوب he never left repenting so that he could begin new repentance he was always repenting الكتب توجد من ادعها فليتنا بها لكي نرأها the books are found the books are there whoever claims them then bring them so we can see them so the group that's saying that our path is the Abrahamic path the Abrahamic path that abrogated all of the previous ways of worship the valent the valent were abrogated by the deen of Muhammad صلى الله عليه وسلم now now Isa must worship Allah according to the deen of Muhammad صلى الله عليه وسلم so my path is not an Abrahamic path or a mosaic path or whatever path it is except in what is consistent with what the prophet صلى الله عليه وسلم talks that abrogated the specific and Musa hadith mentions that if Musa was alive nothing would befit him but to follow nothing would befit him except to follow me that there would be no option for him and he would gladly and happily follow me so people we are doing we are doing we are doing people who are saying we are doing tajdeed or renovation or reform or all of these things these titles that people are saying these are like hats that people are putting on their heads and saying that now this gives me some kind of legitimacy it's called wearing hats you know you can give a hat to a child everybody has no special hat that they're proud of you go to the masjid today and you see all the kids wearing no special hats so just to just to clarify we're saying that all of the prophets obviously were all muslim they had they're they're muslim la ilaha 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 islam all of them all of those messengers they believed in but he did not beget nor was he begotten nor did he have as a partner any other one so all of the messengers upon the statement of so if a person says then that i follow the path of abraham they have no right to do so because then they're denying muhammad sallallahu allahu sallam he said i want to follow ibrahim to tell him stop i want to stop man enter to jowes with Allah so then this is in the details of what they're saying that i think you might the confession i know it's clarifying but it also may lead to confusion from others because this matter has been clarified and they're very careful they're very careful they're very careful they're very careful but muslims are confused unfortunately they're very careful the explanation will come they're very careful any messenger the prophet sallallahu alayhi wasallam said in the last time they'll tell you the message from other muslims they're the kufar kufar so then now the messengers themselves this should indicate the answer the full answer to anyone any of the messengers that are alive during this time such as Isa that would be living during this time would be obligated to follow the path of the prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam so nothing of the teachings of Ibrahim alayhi wasallam or what was revealed to him can be followed in contradicting to the way of the prophet sallallahu alayhi wasallam none of the way that he was commanded to pray or fast but as far as the beliefs of him as was mentioned is that Allah subhanahu alayhi wasallam is one with no son no daughter no parents and so on one with the right beliefs so the beliefs are the same the shari'ah is the only one that can be followed as a path to Allah subhanahu alayhi wasallam now as Allah says is the way of Muhammad sallallahu alayhi wasallam so no one has any other option or choice today so no one can follow any message but the message of Muhammad sallallahu alayhi wasallam today not even the prophets themselves so what about the followers كل ما أخو عليه مِثَاق مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّهُ ذَا جَاءُهُ النَّبِي صَاصِرَ وَوَحَيْ يَلْتَسُوا all of them took the covenant مِثَاق مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُلْحَانَهُ the world's glory be to him that if Muhammad sallallahu alayhi wasallam was sent during their time that they must follow him that they must follow him and help him abandon everything that they had and follow the prophet sallallahu alayhi wasallam not abandon everything they had meaning that they leave what their and anything that contradicted what he says and to follow him one more question in regards to Imam Mahdi coming and the validity of the four madhabs while he is there so does a person have a choice not to follow Imam Mahdi? نعم نعم يمكن يتبع مذهب هو يعني قال not to follow يعني أن لا يتبع المهدي لا 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 تتزم أوامره ولكن تقلد في الفروح thirteen He's an emir المؤمنين لكن ثم تتعلم عن طهارة وقامت بحريرك ومعروفك وستمعوا هذا وستمعت بها كما تتعلم عن الصحابة يجب إبن عباس ويعطل بأمور عمر وإن عمر وإن عمر عباس ليس أمير وإن عمر ما تتعلم عن السوق يجب أن تدعوا ما تتعلم عن ما تتعلم مثل الصحابة ماذا كان لغ这样 بنا عباس ... وعمر وبركار أبو بكر إبوieron الل what the celeفة و Pathoware ,P 38% الكبير That people are following the statements of عيش allah be pleased with her Fayنا و ربنا عباس parable projektهم we are still obeying ابو بكر and عمر و finalmente عب لي الله سيكافتهم ماهـ winning.. اللتي سإ للحن فقه الله .. كلنا رجوع من الشيخ.. نا معين من تعالى وquinنا الجرون .. تقرأنا ج villa الجزيرة.. الله يعني.. لا يعني .. حدى ... سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على الإبراه من الحمدين اللهم صلي صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرة وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به الآمان اللهم صلي وسلم وبارك على سجدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأفصال وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صلي وسلم وبارك على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوال والآفات وتغضي لنا بها جميع الحاجات وتطحرنا بها من جميع السجيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم لك حمد المجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أغفر لنا ولي إخوالنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين أمنوا ربنا أنك رأوا رحيم ربنا أغفر لنا ولي إخوالنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين أمنوا ربنا أنك رأوا رحيم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهجي لنا من أبنا رشدا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهجي لنا من أبنا رشدا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهجي لنا من أبنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحار اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصل مباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا الجلال والإكرار اللهم يا ربي أسألك بجاه لبيك يا المصطفى أن تهبلنا من الخير ما لا يعلم علمه إلاه وأنت أصرف عنا من السوء ما لا يعلم علمه إلاه اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك من سجدنا محمد صلى الله وسلم ونعوذفك من شر ما استعادك من سجدنا محمد صلى الله وسلم وأنت المستعان وعالك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي جزال الله عننا سجيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزال الله عننا سجيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزال الله عننا سجيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزال الله عننا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلم وسلسل جزال الله عننا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلم وسلسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد النبي المج وعلى آله وصحبه وسلم في كل الأبحاث ونسبة على ذي كل معلوم الله